حتى نرفع لكم القبة أبو سلطان يعني بهدوء بيرواء بدون ضجيج إعلامي بصمون الفيحاء والله يخذ يعني يخذ يعني مثال الرئيس الأستاذ عبدالله بانمي يعني أنا أول مرة أسمع حديثه لم يسبق أني شهادته وقبلته كلام عقلاني كلام محترم كلام موزون أعطى الحقيقة كيف يعني فريق صاعد من الدرجة الأولى اليوم هو سادس الدوري أفضل مدافع خط دفاع عنده يصل إلى نهاية كاس الملك وهذا حلم أي فريق كبير أو صغير وقال الأسباب هو جهاز فني استقرار إداري لاعبي مميزين فالحقيقة أنا فخور أنه يكون فيه الرئيس نادي سعودي بهذه العقلية بهذا الهدوء بهذا الاتزان بهذا التشخيص الواقعي وأتمنى أن كل رأس الأندي يكونون بهذا المستوى زي ما تفضلت ما نحتاج إحنا ما نحن بحاجة إلى أزعاق وإلى ضجيج وإلى مشاكل وإلى هذا كلام موزونه وأنا أعتقد أنه فاز فريقة وقل له مبروك لأنه وصول الإنبارات النهية لكاس خدم الحمد الشيفين والتشرف بالسلام على سمه سيدي والعاد هذه بحد ذاتها شرف كبير وبطولة لأي لاعب يتمنى أو إداري أو رئيس نادي عمار حيات تحسب لهم ضمن الرسورس أكيد في سبعة محترفين لكن أنت كمان أصعب دوري في آسيا أصعب دوري وأثبته مصطفى أنت ما بس تطلع على وصولنا النهائي الكاس طلع أنت نتاجهم ومثل ما شفنا بالتقرير مع الخمس فرق الأولى أنت وقت تحكي نتاجهم مع الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب نتاجهم بتدل أنه فريق ما تعرض إلى الـ 22 هدف فريق كان بصعوبة نرجع نحكي على فوق بعدين بسميشان لا يمكننا أن نحكي الأستاذ عبد الله مثل ما حكى لك كان شكله عم شغلوا بهدوء مصطفى فيه نوع من الالتزان حتى بالصبوات جابوا محمد وسبعان جابوا اللعيب لتقال بالخبرة في نص الملعب اللعيب الأجانب انتقاؤهم بهدوء الطريقة حتى سير الدول خلال الدول بهدوء بهدوء حتى في لحظات معينة كانوا هنا خمس ست مباريات كان عندهم تعادل والتعادل بتعرف أنه وصلوا لمرحل كانوا مهددين يعني من الناس كانوا مهددين فبس كانت الهدوء في التعامل ما بتحس أنه الفتح بكل مباريات سوري الفيحة في نوع من التعصيب حتى خلال المباراة الوحدة يعني مش بس عم بيحكي على مستوى المستوى فهمنا عن ذلك في أني عم حسب التحاب يعني مثل ما عم شو بالأهلي والاتفاق دائما بتحس في سترس في سترس في توتر إذا خصول الفيحة هدوك مقالبين بنتائج مصطفى الفيحة عاش فترة السنتين كان في دور المحترفين هبط ورجع هايدي أصعب مرحلة إذا نحنا ننتبه دائما في الدورة السعودية يعني ما نقول نحنا الصاعد هابط ما منقول الهابط صاعد نعم إنه كتير صاعد ممكن يطول يطول كتير وفي أندي عنا أمثلة عليها لها القصة بس هن مشوا بالطريقة الصحيحة وبعتاد ماشيين بالاتجاه الصحيح ترجمة نانسي قنقر